ستة قتلى هم ضحايا جدد لجرائم التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بحسب رابطة أمهات المختطفين التي نظمت وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء مطالبة الأمم المتحدة بالضغط لإيقاف هذه الانتهاكات وغيرها بحق المختطفين وضمان حمايتهم قتل تعذيب محاكمات وإخفاء مستمر للمعتقلين رغم اتفاق تبادل الأسرى اتفاق السويد الذي تبعه تبادل للقوائم والكثير من محطات تعثر منها لقاء الأردن وآخرها إعلان المبعوث الأممي تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاقات لم تفضي جميعها لشيء سوى العديد من الاتهامات المتبادلة بين الطرف الحكومي من جهة وطرف الانقلابيين من جهة أخرى وبحسب تصريحات صحفية لرئيس الفريق الحكومي في لجنة الأسرى هادي هيج فإن من أهم ما تسبب بتعثر الاتفاق هو أن الحوثيين لم يفيدوا بأي معلومات عن 230 اسما من المختطفين والأسرى لديهم وهو ما يثبت عدم جديتهم المبعوث الأممي وفي تعليقه على تمديد موعد تنفيذ الاتفاقات قال إن الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة ورغم إقراره بعدم واقعيتها يصر على عدم تسمية الطرف المعرقلي لحملية التبادل وغيرها من الاتفاقات واكتفى بتوصيف الوضع بأنه بالغ التعقيد على الأرض